قمة مصرية إثيوبية كانت بتتم النهاردة من الممكن إنه حضرتك أو حضرتك تبقوا مش متابعين للسياسة الإقليمية أو الدولية تبقوا عارفين إنه رئيس الجمهورية موجود في روسيا علشان قمة بالصفة مصر طبعا رئيس الاتحاد الأفريقي علشان يبقى فيه قمة ما بين روسيا والدول الأفريقية كل ده موكر حركة تتبعوه مش مهتمين بالسياسة قوي تبقوا عارفينه مرور الكرام كده لكن بالتأكيد كل الناس تبقى مهتمة لما يبقى فيه لقاء بيجمع ما بين الرئيس وما بين رئيس الوزراء الإثيوبي واللي خرج بعده في الحقيقة تطور مهم إحنا كان عارفين إنه فيه شد وجذب على مدى الأيام اللي فاتت النهاردة كان فيه توضيح من الجانب الإثيوبي من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي بإنه تصريحاته اجتزئت أو تم إبعادها عن سياقها العام لكن كان فيه تطورات وأنا بقول لحضراتكم الكلام ده وفيه النقط الأساسية الخاصة باللقاء اللي حصل ما بين الرئيس السيسي وما بين أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أهم النقط اللي تم الاتفاق عليها إنه يبقى فيه اتفاق على استئناف فوري لأعمال اللجان الفنية وإنه في نهاية الأمر بالتأكيد التفاوض هو المصار الوحيد للوصول لحل فيما يرتبط بسد النهضة لقد أجريت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارا مفيدا جدا وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية وما ينبغي أن يكون به الآن وفي المستقبل رأينا أن من يخلق المشاكل ويؤجج هذه المشكلة هو الإعلام وقد توصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك رغبة شديدة بين المسؤولين وكذلك الشعبين في الدولتين في العمل لما يفيدهم ويجعل الطرفين يا فوزان أنا أعرف أن ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن ملء خزان سد النهضة وهذا يقلق المصريين جدا نحن نؤمن كأسيوبيين أن نستفيد من الماء ولكن من غير أضرار بالمصريين وبعدما اتفقنا بخصوص هذا الموضوع سياسيا سوف يزدمر الخبراء من الدولتين ليتفقوا على موعد محدد لملء سد النهضة وبناء على توصيتهم سوف نقرر قرارا بما لا يضر بالمصريين وفي نفس الوقت يستفيد منه الأثيوبيين وهذا الحوار البناء سوف يستمر وإننا لم نتحدث عن سد النهضة فقط لكن هناك مشروع في إثيوبيا لزراعة الأشجار وهذا لا شك إنه يأتي بنتائج إيجابية في زيادة نسبة الأمطار في إثيوبيا فعرضت على الرئيس المصري المشاركة في هذا المشروع وقد وجدت قرارا إيجابيا جدا من الرئيس المصري وبما أن مصر وأثيوبيا تعتبران من أكبر الدول في إفريقيا فإن الكثير يبدي تخوف حتى لا يقع بينهم صراع ومنهم روسيا عرضوا علينا التدخل في هذا الشأن وأنا أرى تدخلهم إن كان سياسيا فلا مشكلة أما ما يخص الأمور الفنية فإن اللجنة الثلاثية المكونة من نصر وأثيوبيا والسودان سوف تستمر بمشاوراتها ويتوصلون لحل مردن شكرا شكرا